أصف متعدل بين روسيا وأوكرانيا وتكتيف روسي للهجمات على المناطق الشرقية وخاصة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية مساحتا والذي يصف الرئيس الأوكراني فولاديمير سيلنسكي الوضع هناك بالقاسي والصعب بسبب الهجمات المتكررة والشبه يومية على المدينة بالصواريخ والمسيارات والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين وأكد بأن حكومته تبحث عن تزويد خاركيف بالمزيد من الدفاعات الجوية لحمايتها من الاستهدافات الروسية فيما يتعلق بالهجمات الروسية على بلادنا نحن نولي اهتماما خاصا بطبيعة الحال لخاركيف الوضع في المدينة صعب للغاية هناك إرهاب روسي مستمر ويوميا هناك قصف ونحن نبحث عن فرص لمنح المدينة المزيد من الدفاعات الجوية لحماية سمائها وهذه هي مهمة العسكريين وجميع الدبلوماسيين الأوكرانيين لا تنكر كيب وضعها الصعب في الخطوط الأمامية ولا تكف عن طلب المزيد من الأسلحة والذخيرة ويبدو بأن تأثير توقف المساعدات الأمريكية وإن كان مؤقتا فقد انعكس بشكل سلبي على قدرة الجيش الأوكراني في مواجهة نظيره الروسي الذي بات يسعى أكثر فأكثر للسيطرة على المزيد من الأراضي وأصبح قريبا من السيطرة تحديدا على بلدة تشاسفيار في إقليم دونتسك والذي تقول القيادة العسكرية بأن البلدة تشهد معارك عنيفة في محيطها ولكن القايدة الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية نفى سيطرة روسيا على البلدة هذه التطورات تأتي في خضام التحديرات الأوكرانية من خسارة الحرب بسبب نقص الذخير تحديرات روسية لتعبئة جديدة وهجوم بري محتمل في الأشهر المقبلة لسوء الحظ يتم بناء الهياكل الدفاعية في حالة التوارئ ونحن أضعنا الوقت يعتقد أنه سيكون هناك هجوم مضاد لأننا اعتقدنا بأنه ستكون هناك دبابات وعربات مدرعة وقذائف وطيارات واعتقدنا أنه يمكننا دحر الروس بعيدا وظهرت التجربة أننا كنا مخطئين وفي العام الحالي بدأنا بسرعة في بناء تحصينات دفاعية وفيما تستعر حرب المسيرات بين الطرفين أعلن جهاز الأمن الأوكراني في عملية مشتركة مع الجيش عن تنفيذ هجوم بالمسيرات على مطار مورزوفسك داخل الأراضي الروسية ناتت عنه تدمير ست مقاتلات من طراز سوء 24 وسوء 34 فضلا عن تضرر ثماني مقاتلات أخرى بشكل كبير حسب ما يقوله الجانب الأوكراني مصير مجهول ينتظر أوكرانيا في ظل زيادة القوات الروسية لهجماتها وشهيتها المفتوحة لقدم المزيد من الأراضي الأوكرانية مستغلة الظروف الصعبة لجيش كييف وتراجعه في الميدان معتصم عابد لقناة الغد ترجمة نانسي قنقر